بين بكاء الإسطورة كريستيانو رونالدو وطموح النجم كيليان مابي ترسم لوحة فنية بديعة على الأراضي الألمانية بين منتخبي البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024 دموع رونالدو أرسلت الفرح لكل البرتغال عندما تواجه المنتخبان في نهائي يورو 2016 وأحزنت كل فرنسا بعد هزيمتها على ملعب ستادو فرانس التاريخي بالعاصمة باريس آنذاك ولكن هذه المرة مختلفة كليا رونالدو بكى ثانية في اللقاء الأخير أمام سلوفينيا بثمن نهائي بعد إضاعته ضربة جزاء مصيرية لبلاده ولكن حارس البرتغال كوستا أنقذه في ركلة الترقيح وقاد منتخب الملحين لربع نهائي أمام فرنسا ولا يزال كريستيانو يبحث عن أول أهدافه في اليورو حيث يرغب بشدة في أن يكون أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ لليورو وكذلك سيصبح أكبر لاعب يسجل أهدافا في اليورو بعمر التسعة والثلاثين عاما وبالمثل يعد تسجيل الأهداف مشكلة يعاني منها منتخب فرنسا خاصة أنه فاز بنيران صديقة بالمبارتين التي فاز بهما بهدف النظيف أمام النمسا في دور المجموعات وأمام بلجيكا في دور الستة عشر فيما جاء الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الفرنسي من ركلة جزاء سددها كيليا نمبابي حيث فشل الفرنسيون في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح خلال ثلاثمائة وستين دقيقة خاضها الفريق في اليورو ولذلك ستكون المباراة مثيرة للغاية بين المنتخبين على أرض الملعب كما أنها مليئة بالمشاعر المتضاربة والصراعات الخاصة لعل أبرزها مواجهة مبابي لملهمه رونالدو وجها لوجه خاصة بعد انتقاله لريال مدريد ليسير على خطاه ويصنع أسطورته الخاصة